البداية انت همينا شوية غاضب من الحكام رح اعيد الصورة ورأيك كلام كراب هسا اليوم البعض يقول لك مدرب مني يطوج اوكي بس البعض يقول لك ممكن هذا تحريض على الحكم ممكن هذا ضغط على الحكم كابتن علي ليش هو استحقاب يعني ليش احنا دائما نروح على جانب معين ما وننسى الجانب الاخر يعني الاخ ابو براير ما تكلم عن فراغ ولا هو ضد الحكام هل انه عنده مثلا عداء شخص مع حكم او سين او صادق من الناس مستحيل وانه ما احتراماتي كثير من الحكام شوف هاي سهيد دورات التحكيمية والحكم يوصل الى مراحل دولية ويكون اشارة دولية على عيننا ورأسنا ويكون مجتهد كلتنا كعراقيين وكلتنا هم كمدربين قلب نويا بس بالدوري نقطة رأس السطر يعني انت بالدوري على الحكم خلي يعني شغلة واحدة ومهمة اول شغلة احنا الاموال غير يعني متاحة جدا عند كل الانديين ثانيا الجمهور متعصب الى درجة يريد فوز ثلاثة الادارات تحت ضغط اربعة يعني بصراحة الحلقة اللي هي دائما اللي ضغط عليها واللي دائما هي اضعف الحلقات اللي موجودة هي المدربين طبع انت لما صافرتك تجي بيعاز تفلش بفريق متكامل يا اخي هل انه انت رد تقود المباراة بالحيثية اللي موجودة لو من تريد تقود المباراة بانه المباراة منه مع منه شنو الالية وين راح اتمركز وين راح اكون في سبيل اتجنب الخطأ وبالذات الخطأ خسغ لحد يقول اكو خطأ مقصود وغير مقصود خلينا نقول الغير مقصود اللي يأثر على الفرق اللي هي المتوسطة وادنى زين اصيلك سؤال نعم اليوم انت لاعب كنت لاعب من الجيل المميز والذهبي كابتن اليوم الحكم يتقصد بصراحة عشرة لاعب وعشرة مدرب وعملت الحكم اليوم يتقصد الحكم بداخل حبل ينادي ويفرق على نادي اخر هاي يعني بصراحة يعني انت سألت هذا السؤال لو يتقصد افضل الحكم اذا يتقصد افضل لان اذا ما يتقصد يكون جاهل بالتحكيم زين ممكن يخطأ بس خلي خلي المدرب اليوم ما يخطأ بتبديل حتى لما اقول جاهل بالتحكيم متقاطعني رح اروح الى منحنة اخر محترامات الجل احترامة لكثير من الحكام جيدين جدا متازين فلازم اكمل هاي جاهل بالتحكيم على ان الجاهلية بالتحكيم لما تكون الاخطاء متكررة وبعدة مباريات فاذا هنا دخلنا بعملية الجهل لا تقول لي داخل دورات داخل دورات وكثير من المدربين دخلوا دورات وكثير من الناس دخلوا دورات ادارية كل مدرب ناجح كل اداري ناجح نفس العملية الحكم فاني ارجو المعذرين ما اقول جهل بالاخطاء المتكررة يعني كثير من الفراق يعني هسا انا اذكر موسم 2018-2019 وهي النجف اثنعش نقطة انه للنجف اثنعش نقطة روحوها من عندنا الحكم فاذا انت تقيس اثنعش نقطة الحكام مو نفس الحكم لا الحكام يعني تصير اخطاء شوف الاخطاء تصير مثلا خلي نكون واقعيين من نصير ويا حكم وما تتكرر مرة ثانية وتتكرر بعدها ما تتكرر ما تتكرر هنا نصير فوارق بس من تتكرر ويا حكم مرة مرتين ثلاثة او ليش نقول الطاقم التحكيمي خليوا حتى نكون واقعيين اكثر ودائما هسا احنا لو نشوف دائما طاقم التحكيمية هي متشابهة وهذا مع احترامات الاتحاد كرة القدم مع احترامات اللجنة الحكام لا نضل على طاقم التحكيمية قولك لان هذا افتهم فلان وفلان لا لا يا اخي لا بدو انه تغير بين مباراة او مباراة بعد الاستقرار بالمنظومة الحقيقية ما بين الطاقم التحكيمي ذاك الوقت تقدر بس انت تجيب والله الطاقم التحكيمي اليمين او اليسار او حكم الوسط او حكم الرابع بنفس التكرار بنفس المنهاج بنفس هذه لا اخي هاي غير صحية الصحية انه لا بدو انه تداور مع بياناتهم هنا انا راح توصل الى غاية بالتحكيم مضبوطة 100% والدليل وانا اقولها وانا مسؤول عنها كثير من حكام الراية او حكام الوسط مراضة على قرار حكم الوسط او قرار حكم الوسط مراضة على حكام الراية ذي صارت بالطلبة نعم حتى مباراة الكرخ والطلبة اللي الحكم حسابه هدف الايمن حسابه اوف سيد راحة شوية مش شاه هدف فاذن صح زين الحكم الرابع اللي صارت ويا نفط الوسط يعني انت الراية نازلة بالساسم اللوحة نازلة بالقاح وتريد تبدل لائب زين المدربي نريد نزل لائب كابتن عبدالغاني شهد يعني انت من تريد تباوح يروحون على الحالة الغير جمالية وغير صحية هي المدربي شلون ما يروحون على الحالة الاساسية حالة الاساسية هنا الحكم يتعاقب احنا نمط رايحين مع احترامات على آلية نبتعدين على كل النظم الحقيقية نبتعدين على نظام آخر انا شفت كابتن عبدالغاني شنو اسبابه لو كان الحكم مخضرهم وعرفوا شون يدير الوقت مباشرة لان هنا المدرب يعني الوقت ما يسعفه يحتاج اللاعب بثواني تم انتج تريد تأخر عليه حتى ذا كل يوم وتشوف اللوحة ما تكنازلة بالأرض لو تعيدوها لوحة نازلة بالأرض لا يا أخي يوم أمس الكابتن عبدالأمير ناجي نزل منشور تحدث به عن ركلة الجزاء صارت حزا وراء توقفت المباراة بالدقيقة الفلانية الحد ما صارت ركلة الجزاء راحت دقيقتين أو أكثر للاحتفال وبدء المباراة طارت بالخمس ست دقائق الحكم ضعف دقيقتين طبعا طبعا يضيفه وما يديروا بال مظايف خمسة أو ستة والله كابت النبي الآن أشوف محترماتي للأمور حتى لنروح لسياق غير سياق نحن مو انتقاد شخصي انتقاد عملي هل سهم يتقبلونه ما يتقبلونه هم أخواننا نحن أول شي زملاء بمجال الرياضة وزملاء بمجال كرة القدم يا عزيزي تتقبلني على عين وراسي ما تتقبلني همين على عين وراسي آراء آني هذا رأي آني هذا رأي نحن أبسط شي نفط ميسان مباراة ويا الشرطة شوط الثاني يعني دقيقة خمسة من الشوط الثاني مدافعنا طلع كرة طخت براس المواسط وخرجت لاعب ذكي لاعب دولي صنع الحالة ووقع وكأنما يعني يتقرب لللاعب بالقدم بمعنى هي بالكرة وصفر الضربجة انت هنا قسمت ظهر هذا الفريق يعني انت قسمت الظهر عندك تصريح قوي على الحكام بعد أحد المباريات نعم ليش انت ما تنفعل هي بنفس هاي المباريات انت ما تنفعل والله هي يا كابتن نبيل عزيزي يعني أنا ما شوفك يعني حتى باللقاءات قليل الظهور لكن شفت انفعالك استغربت شوف بغط نفط ميسان وإدارتها لأن إدارة محترمة تريدون تنجحون تريدون تقدمون لو فعلا انظلمتوا كابتن هذه لا ظلمتوا ظلمتوا مستحيل تكون يوم من الأيام عصبي أو أنا مثلا أتجه الكابتن نبيل أو أي واحد من أخواننا الرياضيين أقول ليش إذا ما يقول لك لابدو أنه أكو حالة اللي هي خلتك تتعصب مستحيل يعني هاي الحالة يعني حالة قسمة ظهر الفريق يعني أنت من تجي أول بداية الشوط الأول فإذا أنت تريد تنهيل الفريق نفط ميسان وبعدها صار خطأ معين صار هدف مهم فهاي أرجو أنه يعني الحكام احتراماتها سول لا نبي مرسل ولا رجل ضد ولا هاي وعنده أخطاء على عين وراسي واخطاء صار بفضل دورياتك بس أتمنى أتمنى أنه لو انقيس حجم الأخطاء السنوية على لجنة حكام انقيس على الأخطاء السنوية تجد كوارث أو بعض الأحيان مدر حكام لأول مرة يحكم بالدوري الممتاز هاي شنو سببه يا أما قلة حكام ما عرف لأنه أنا من أجي يا أما قلة حكام يا أما يعني هل أنه مثلا هذا الحكم لأنت انطيت المباراة سين أو صاد من الفرق أنه هو حكم متميز طيب إذا متميز وكمن المباراة بتميز وتطي مباراتياً ثلاثة مم مشكلة بس إذا هو فشل بالمباراة وراها فشل بالمباراة وتظل أنت مشلب به فإذا أنت شتري تقول تقول ما عندي حكام فإذا تقول ما عندي حكام